الى ذلك كدى وزير الدفاع البريطاني السابق جيفري هون ان السياسة الخارجية لقطر تثير قلقا مباشرا ووجوديا لدول المنطقة واشر الوزير البريطاني في مقال نشرته مجلة نيوستويتسمان البريطانية الى ان الدوحة تتمتع بنفوذ سياسي وتجاري اكبر من حجمها الا ان هذا النفوذ يمكن ان يتبخر في لحظة ان اضطرت شركات وحكومات الاختيار بين الدوحة والدول العربية الداعية لمكافحة الارهاب والتي يبلغ ناتجها المحلي الاجمالي عشرة اضعاف الناتج القطري ورأى هون ان ايران وتركيا وروسيا قد تبقى على الحياد لكن قطر قد تخسر اوروبا وامريكا حيث نشرت اكثر قوتها الناعبة وحذر هون من ان السياسة الخارجية لقطر كانت مقلقة خلال العقد الاخير اذ دعمت كل فريق خاسر في العالم العربي وسببت حجما كبيرا في الدمار في سوريا وليبيا ومصر واليمن وغضت قطر ترفع عن تمويل ارهابيين للاطاحة بانظمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر